شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في البحر الميت بالأردن في قمة ثلاثية بين مصر والأردن والعراق وذلك إلى جانب كل من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني وصلح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن القمة تناولت تطورات وسبل تعزيز مصاري التعاون الثلاثي المشترك في مختلف المجالات بين الدول الثلاث في إطار العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمعهم كما تطرقت القمة لتكتيف التشاور والتنسيق بشأن مستجدات الأوضاع السياسية في المنطقة التي تشهد تحديات غير مسبوقة تهدد أمن الوطن العربي والشرق الأوسط على أكثر من صعيد تات القمة على هامش انعقاد مؤتمر بغداد اثنين للتعاون والشراكة